مساءكم سعيد مستمعين الكرام حلقة جديدة من برنامجكم اليوم المباشر اخترنا لكم كانت منه اعزائنا على انكم تكونوا بألف خير بصحة وسلام وعافية دائماً كندعي والله سبحانه وتعالى انه يتقبل منا الصيام وصلاة والقيام وكل الاعمال الصالحات اذا ايام قليلة وغادي نودعو شهر رمضان شهر المبارك الكريم شهر الغفران شهر الرحمة شهر العتق من النار اللهم اجعلنا من العتق من النار كنتمنوا فعلاً كيفما بدينا هذا البرنامج كيفما بدينا اول حلقة من البرنامج على ان رمضان يكون مدرسة لما بعد رمضان فكنتمنى الله سبحانه وتعالى ان في كل رمضان ناخده من العبار ناخده من الدروس نستفده نهدبه ونحسنه السلوك دينا والاخلاق دينا والعبادات دينا فالله يرحمنا في الارض وفي السماء ان شاء الله بإذن الله كنتمنى وأعزائنا على أنكم ترفقونا من خلال المواضيع اللي كنختاروها فهذا البرنامج ترقى المستوى التطلعاتكم تفعلوا معها سواء بالاستماع أو كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما تنسوش الفيسبوك سبحانينا في الفيسبوك كاب راديو ماروك مواقع التواصل الأخرى الانستغرام واليوتيوب ودائما لأثير إذاعة كاب راديو يوم الجمعة واليوم مع كامل أسف آخر جمعة من رمضان اليوم اخترنا في كل جمعة أننا نكون سبب نكون صلة وصل نكون فرصة الأشخاص اللي بينتهم خلاف وأشخاص اللي بينتهم غيار فيما بينهم نطلب الله سبحانه وتعالى ودائما نقولها كاملين بنا نخطوف حق أنفسنا ونخطوف حق بعضنا البعض لكن ما فيها بس نقتمسه بعد الفرص ونحاول ما أمكن في حال فرصة ديال هاد الشهر العظيم لي كيجينا مرة في العام ومعرفنا شي العام لي مجيوش غادي يجيو حنا بقين كينين في الحياة ولا ما بقين شي ولكن دائما نعتبروا على أنه آخر رمضان ونحاول ما أمكن نكتره في العبادات ديالنا في الأعمال الصالحة ومنها التسامح أننا نتمحوا مع بعضنا البعض أننا نغفروا لبعضنا البعض أننا نطلبوا سماحة فكيف ما كان عارفوا نخطاو وكيف ما كان عارفوا أننا نقولوا كلام قبيح نتعلموا نقولوا كلام مزيان ونتعلموا أننا نطلبوا الصفح ونطلبوا العتيدار ونمشي وعند الشخص اللي يخطينا في حقه نعتادروا منه شفنا العديد من النماذي يجوا التجارب في حلقات هذا البرنامج اللي فعلا توفقوا أنهم يعودوا يجددوا الصيلة ويتسامحوا فيما بينهم في هذه اللحظة حضرتني الحالة ديالجوز الأخوات اللي وحدة خطت في حق أخرى وما هدرواش في الموضوع فيما بينهم تهدروا فيه في البرنامج أخرى خطت في حق أخرى ومخليها في قلبها وسكتها والأخرى والأخت الأخرى إلهام عارفة أن أختها كانت تختف حقها ولكن ما عمرها مش بدت مع هالموضوع فالله يهدين على بعضنا ودائما فرصة أننا نطلبوا الصفح من بعضنا البعض عزائنا المستمعين إذا كنتوا خطتوا في حق شيء واحد مرحبا بكم تصلوا بنا اليوم الجمعة الأخيرة واليوم الحلقة الأخيرة من برنامج من هذه الفكرة أننا نطلبوا الصفح والسامح من بعضنا البعض الهدف ديالنا أننا نرسخوا ثقافة الاعتدار ففرصة تصلوا بنا تواصلوا معنا أرقمنا هي 05-30-33-33-33-33 05-30-94-44-40 ما ننسوش أعزائنا المستمعين بعض الأحيان كنشعروا أننا كن أشخاص أو لا شخص اللي يخطف حقنا فكنت أدروا كم قو غير كنت النواه على الله يعمل شيء بادر أو لا شيء إشارة أنه بغي يجدد الويد بغي يطلب الصفح والسامح فهذه فرصة خطبوا الناس اللي انتوا ما ربما عندكم معهم كتحسوا أنهم خطوا في حقكم فاتصلوا ماشي بدرة تسميهم بالإسم يمكن تدروا على صيلة يعني العلاقة اللي بينتكم وتقولوا فين هو المشكل اللي بينتكم وقولوا لهم أنا تخطيتي في حقي ولكن أنا مستعد نسمح لك كنتنا غير مبادرة منك فهذه كذلك من الفرص اللي ممكن أننا نعملوها في هذه الحلقة هذه إذن عنا المكالمة نستقبلوا أول مكالمة في هذه الحلقة ألو سلام عليكم ألو أهلا وسهلا مرحبا شكو معايا معك أخت خديجة مرحبا بيك للا خديجة لبس عليك الصوت ديالك ضعيف بززف كنت مننا نسمع صوتك كنت مننا نترفع شوية صوتك مرحبا بيك للا خديجة مرحبا مين كتصل بينا من طلبة مرحبا بيك للا خديجة لبس عليك كل شي مزيد الله أكرم الله يبرك فيك يطول في عمرك عليك أنا التعقم كامل الله يجزيك بخير شكرا جزيلا تتينا بش ما تمنيتين إن شاء الله بالصحة والعافية والخير كامل إن شاء الله بإذن الله أمين يا ربي الله يبرك فيك للا خديجة كتتواصل معنا اليوم باش تطلب السماحة شي حد أو لكتنتظر شي حد يطلب منك سماحة لا أنا خطي تطلب السماحة تتينا خطيك تطلب السماحة خطيتي بحق شي حد لا شي خطيت هو سوء تفاهم سوء تفاهم شكون اللي يقع لك مع سوء تفاهم للا خديجة شكون الأخ الأخ ديالك الله أكبر هذه هي لي كتكون صعبة هي لي كتكون مع الخوت ولا مع الوالدين ولا صعبة قل لي قل لي للا خديجة ممكن توضعنا في صورة وخم تعودنا شي التفاصيل ولكن شنو هاد نوع سوء التفاهم اللي يقع يعني وش كان سوء تفاهم بشيء كيوقع دائما مع الخوت ها طبعا لا يوجد شي حاجة كبيرة وقع غير خلال بلاتنا غير بالهدرة اه شفتها بمباشرة غير عبر التليفون غير في التليفون هو قل هادرا وتناقلتي هادرا وتزيته اه اه معا أنه هو بعيدالية ولا تنقبع شي نشوفه تشوفه في الغربة هو مشي في المغرب ولا مشي في طنجة لا هو مشي في المغرب مشي في المغرب يا غرقين اه وغير بالتليفون هدرتوا وتنقشتوا مع بعطيتهم هادرا مني هادرا منناك وخام شهر رمضان وما هدرتي معه اه وفوشت رمضان بادر مني واحد العيطة العيطة منترج انتنا صيفتي له مساج اه نترج له مساج وهو عالتني ما بغاشي تنازل ما بغاشي اه ودفعه عيطنق نفشه كله ودعم اسمحلي للزفا خيط خيط كبير منك ولا صغير منك خديجة لا هو كبير مني كبير منك اه زيدانية وعليه ما شرفنا الله كبير منك اه اه لا حول ولا قوة الا بالله هو يعني تنا حاولت تطلب له اسمحة وش مقرأ شي ديك الرسالة ديالك ولا شي حاولت تطلب له اسمحة قطلو رمضان كريم وخما عيطي لي شي انا عيط لك اه ليز بيقوه لكي دي الأأجار وانا حفة عندك رمضان ديالي وصيام ديالي وصيام ديالي ما تفضلت شي انا بادرتك انا اللي اولادي مبادرة جميلة مزيان ليردع لك ايه ايه مزيان ايه ايه لا يشعروني شي انا مزيتي ساعة نزرتم ايه 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 يعني الجواب ديالو شنو الجواب ديالو يعبر على انه بقي مغير منك ايه 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 شغالي نقول لك للا خديجة فشو هو خد كبير هو التابعة ديالو كيف عامل هو من نوع اللي دائما زيما بسحك الدبزو دائما واش هو صعيب مثلا في التابعة ديالو واش فشو ايه رجعك بييرا ممكن الطبع ديالو هكذاك ها هو مدة طويلة هو في الغربة خديجة هو مدة طويلة هو في الغربة هذه مدة اربع سنين اربع سنين يعني تربيتوا مع بعضكم در وحدة كنتوا مع بعضكم اربع سنين ما كانشوفاش مدة طويلة يعني عشتوا مع بعضكم في در وحدة اه اه لا ولكن هو باكر جوج هو بقي صغير اه أجوش صغيريеня مكنتوش مع بعضتتكم ولكن كنتو كتتتعملو يعني كتمشيونا عندو كتتهم عندكم مشاك خاك بإجاب هنالي اللياب المزان محاجا سيطنا قراره كبيره بما يدخط طبعان وغاجيك سعيبة غاجيك سعيبة أنا ولكن شوف خديجة شوف انتي نصغراب انتي من منو بتناشر سنة ياك كيف مكن الحال هو بعيد أنا نزلي كيكونوا بعادين نهيك كونو في الغربة دائما نلتملو نلتمسوا لهم عدار بعادين كحسب الغربة كحسب فاش هادي نقول لك بادر وعاود بادر وصيفة المساج اللول وصيفة المساج الثاني ونتي ناس صغيرة هامتي هو خك كبير استينا صغيرة استينا دائما استينا لاختي بادر أنا أخير من بداي بالصوح الدنيا يعني هاق يا رقم أنا هو كبير عني لا أشكي لا أشكي خيز يعني هدر مع أخوتك هدر مع أخوتك هدر مع أمك هدر مع العائلة في الأوينة الأخيرة أهدر معهم أو لا؟ أهدر معهم بارك عليهم العواشة كاملة خلاني غاء أنا بحديث حرقاتك هذي جاتك صعيبة كنحاس بك حسيت بك خديجة كتجي صعيبة صراحة الله ولكن شو يمكن هو مقصح فهمتي بما أنه ما تفعل شي معاك ولو في حالي قلت تفعل شي طريقة ما عجبتك شي يمكن أنه هو مؤثر بزف يمكن حيث اشتنا ناس اللي كانت تأثروا منه بزف كلي كيبقى فينا الحل من ناس اللي عنا عزازنا خديجة فهمتي حيتاش تينا عنده عزازة بزف عليها يمكن جاته صعيبة معنى يكون رب الدر يعني تينا المفشة ددر ايه واشتي هاد شي اللي كان ما عرفتي وش خليتي الرقم لأخ ديالك عند المستقبل للمكالمات حاولنا نتصل به اه خليته كتصل به شو غتعطيني غي فرصة حسن ناخده شي فاصل بسيط تخليك معايا في الخط غي نعرف شوني واقع وش تصل به وش جاوب ومش ما جاوب ومشي وغدي خليك معايا في الخط خليك معايا في الخط رجعنا لكم اعزائنا المسامعين فحاولنا على اننا نتصلوا بالاخ ديال خديجة سي يوسف خديجة بقى معايا خديجة كيف تينا بنتي مزيحنا الحمد لله يا ربي الكريم تكون مبادرة فاحنا حاولنا واتصلنا واتصلنا الاخ ديالك مشغل احنا في الول ما قلنا له تحجا ما قلنا له لا تينا لا تحجا قلنا لغي الاداعة كابراديو قلت تصل بك شي شخص عاملك المفاجأة هذا النهر هذا هو معه الضيف معه ناس ولكن غت هدر معنا مرات سلوى هي اللي غت هدر معنا وهي توصل للرسالة صفي بنتي اذا نشوفوا الخط الاخر سلام عليكم وعليكم السلام للا سلوى لبس عليك رمضان مبارك عوش مبروكا ألينا وعليك الله يرحم موالدي بش متمنتي ان شاء الله إلياس زمان معها الضيف لها ما بغاشي يهدر وان شاء الله نعمش هدي ديك ساعتين عايتولا نهضر معها ان شاء الله بيكنا يخير للا سلوى بعدها غير نعرف كيف يش كتدوزوا رمضان في الغربة كيف كيدوز لكم رمضان الحمد لله مزيان الله ومالك الحمد ياك مزيان ما كنت مشكل فرحانين كتلقوا مع بعضكم كتجمعوا مع العائلة هذاك دائم من رمضان دائم كندوزوا هيدا مجموعين بحال مغرب بحال مغرب بحال بحال للا سلوى انا اضطريت باش نشرح لك شونه كين انا كنت كانت منى على ان سي يوسف يهدر معنا مباشرة للا سلوى انا غدي ربطك مع خديجة خديجة هدي مرتحك سلوى كتسمعك هدروا مع بعضتكم خديجة سلام عليكم كيف سينا كيف سينا سيديك مزيانة وش مبروكة نوع عليك مرحم والدي انا خني غير نعرف للا سلوى انتينوش عارفة على ان خديجة ويوسف بينتهم شي خلف وش فراسك ولا ما فراسك شي وش نقول لكم هما اخوص دائمك يكون عندهم خلاف وكيتسلحوك عادي في حالناس كاملين يعني اخوص مع بعطيتهم يعني انا ما كان ما كان تدخل شي فاتش يادا لما اندخل واندخل شي خيط بيات الله يردعلك هادشي اللي بغيتها سلوى دخول دخولها بنتي بالخيط بياتي ان شاء الله بإذن الله دبا خديجة سيف تطلب ميساج باش تباركله العواشر ما جاوباشي او لا جاوبه بشي طريقة هي ما عجباشي الحلوى لكن هي مصرة وبغيت تطلب سمحا لأخ دياله خديجة هدر مع سلوى وقل له على انك ندمانه سكتطلح معاخك تفضل خديجة وهي اصلا كتعرفني بالزف لا لا هنا تهي زعمة خديجة تهي تهي كلها مشي شي اخت زعمة هذك عشنينا ودريوشا يعني كي تخول بنتهم يعني انتنا كتعرف كتوقع شي سؤتفهم مع الخط مسألة طبيعية وكتوقع بين الخط دائما دائما كتوقع ولكن هي حرق الحال بقى فيها الحال علاش رمضان علاش خهاب عملت المبادرة وسيفتتطلم ميساج وما جوبه شي او لا جوبه بشي طريقة ما عجبته شي ولكن الله هدين نفس ان شاء الله اليوم ان شاء الله هاي عيت له وقدار معاها وما يكون عيد خير كتوعدني كتوعدني للسلوى ها ان شاء الله هذي المهمة ديالك اشتهي كانت المهمة ديالك شوف لما تقولاني هذي يومين هذي يومين هذي يومين هذي يومين هذي يومين وبغيت معايا هذي هذي وكان شوف يعني ماشي وتهوى ما غير عجبوه شي الحال يهدار يمكن عوضان يزيدوا هذي كمعا بعض ثم كنكون خلي من بعد هذي يومين هذي يومين وما يكون هذي يومين خير ان شاء الله والله يردع لك أسلوى بنتي صافي هذي المهمة ديالك وأنا غمقى مع تواصل مع خديجة تنسيق الخبار على أن يوسف وخديجة التلحول على قديلهم رجعت كيفاش ما كانت صافي سلوى الله يردع لك بنتي وشكرا جزيلا الله يردع لك شكرا جزيلا عوش مبركم سعودة وليلة مباركة إن شاء الله بإذن الله خديجة خليك معايا في الخط شكرا لله سلوى لأنه عندهم ضيف في الدر فأكدت لي لأننا خروجت وحاولت نتصل بهم وسمعت كين صدع في الدر سفديق كين الدر عمرة عندهم معاهم الناس سلوى قالت وعدتنا آخا ديجة لأنها هي اللي غدي تقوم بالمبادرة وغتطلح بينتكم كحسيتي على أن الأمر خفف عليك شويش نعم وش حسيتي براسك الأمر خفف عليك أعطاك شي آمل أنكم تطلحوا تينوي يوسف إن شاء الله هنتطلح أنا وياه دروري غيكون غير خير إن شاء الله هي غدي جهة كبيرة هاد المبادرة أنا متأكدة واحتسل وفاش هذرنا معاك تقول لي لاش غيوصل الأمر تنها درجة وكان سوء تفهم بسيط جدا قتل زمان ما ما كناش يخصنا يوصل الأمر تن هنا قتل لي أن خديجة حنيونا وخصت تلح مع أخاها وبقى فيها الحل وخصت ترجع العلاقة مع أخاها كيفاش ما كانت هي كلا خديجة الله يهد نفس وإن شاء الله بإذن الله الله يصلح فيما بينكم خديجة بنتي عندك الرقم ديالي كتوصلت معايا ردع لي الخبر أنكم تلحتوا صفي الله يردع لك شنو كلمة آخرا تخيلوا أن يوسف كيسمعك شنو غتقون خك هذر معه وصفت له إن شاء الله آخر ديبي ديالله إن شاء الله بإذن الله عمركم ما تعودوا تغيره وكان بغير بزر طبعا الحبيب ديالي طبعا وأكيد يا ربي توصلوا هذه الرسالة ويا ربي وسمعنا وعرفتي أنا هذا المقطع هذا غنهز وغادي نصيف طوله من الرقم اللي اعتيتينا ويسمعك كتلب له قدام الناس كتلب له العتيدر يا خديجة يا ضروري الله يردع لك بنتي والله يصلح فيما بينتكم وما كينش كتر بالخوت ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش الله يردع لك باش ما تبكينا شي الله يخليكم مع بعطيتكم الله يخليكم خوة مجموعين والدنيا قصيرة الحياة قصيرة جدا 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 أمين يا ربي أمين مع السلام أرجعنا لكم مستمعين الكرام دائما كنذكركم على اليوم آخر جمعة في شهر رمضان وبالتالي آخر جمعة اللي غادي نثيروا فيها يمكن هاد الفكرة تتبلور لأن بزاف ديالنا صلبوها مني لأنها ترجع فكرة برنامج إن شاء الله يربيع لحسب الظروف والإمكانيات ديال البرمجة إن شاء الله بإذن الله ولكن هادي كنشوفها من المبادرات المهمة والجميلة اللي خسنا نكون وكن نقوم بها اللي كي همنا وكيف ما قلنا نرسخو ثقافة الاعتدار وأنه ربما يقدر يستفد واحد من هاد الناس كاملين اللي كي سمعونا فهي كنشوفها لأنها نجاح غير أن واحد منا يتفطن وبينه بين رأس ويقدر يتسائل بينه بين رأس ويقول أنا غالط أجي نعمل المبادرة للسلح أو شي حد اللي يقول ناس خطوف حقي نعمل المبادرة أنا ومشينا عندهم ونجبدل معهم النقاش ونقول لهم أجي ونرجعوا العلاقة ونرجعوا الويد فيما بيننا والله هادك نجاح ما بعده هو نجاح الله يقدرنا جميعا أننا نحسبوا أنفسنا ونراجعوا أنفسنا ونعملوا المبادرة للسلح أو للخير واللي كي حرق كتار فعلا كتحرق بهذا المصطلح هذا مليك تكون الخوت مع بعضهم والله يحفظ يربي الأبناء مع الوالدين فهذه كتجي كنظن صعيبة بزاف 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 الله يهدين على بعضنا وما كنش كنظن شي علاقة أقوى من العلاقة ديال الروابط الروابط الأسرية والروابط العائلية طبعا كنين صداقات ومعارف ليتهم كتكون علاقات قوية معهم وكتكون اللي كان قولوا العلاقة القوية فأكيد كنكونوا مرينا بمواقف اللي خلتنا ديك العلاقة تتوطد فيما بيننا فالله هدينا على أنفسنا والله هدينا على بعضتنا والله يصلح فيما بيننا إذن خديجة سترد علينا الخبار كانت مننا ويا ربي الكريم يوسف يهديه الله ويرتب قلبه وما كنش شي خيلف كبير أكدتها خديجة وأكدتها سلوى مراته دي يوسف وقتلي ما كنش شي حاجة ما كنش شي مشكل اللي هو كبير ولكن الغيار كيوقع وكيف ما قلت لنا خديجة قد ما كتكون مع الزقوية قد ما مليك تجيك شي إساءة من ديك الشخص اللي عندك عزيز فكتكبر وكتكون كبيرة بزف الله يهدينا على بعضنا هذا ما كان توصلت معي توصل معي جديا السيدات اللي يعني يعطيتهم كل احتمالات كيفاش ممكن أنهم يشاركوا في البرنامج ولكن ما قدروشي ما قدروشي بمكالمة هاتفية ما قدروشي تب رسالة صوتية أنها تدوز هما صيفتولي ديزوديو ولكن طلبوا مني من زما ما يتبيبلي وشي ما يدوزوشي في الراديو قالوا على أن وخي بدلوا لإسم ديالهم ما غاي الصوت ديالهم معروف غاي عرفوهم الناس ما ردوشي حشمو وبجوز بهم البوادي المشاركة الأولى اللي تلبط مني على أنني أنا نتكلف ونعاود لحكاية ديالها هي صيفتلي بزف اللي يزودوا بزف ديال التفاصيل ولكن أنا متأكدة ما أقدرش نقول تفاصيل كابلة للا بشرة من الرشيدية اللي متابعة وفية ومستمعة وفية كتتسمت أنها تثمن هاد المبادرة وعجباتها الفكرة ديال هاد الحلقة وقالت بغا تتخوي قلبها علينا وتتقاسم وتشارك معنا واحد الحكاية ومعها كامل لأسف تهي مع أخاها تهي عند المشكل مع أخاها قالت نحن ناس ديالبادية عنا عاداتنا وعنا الروابط ديالنا يعني كيف أشكتكونا للا بشرة من الرشيدية قالت نحن سكني في البادية يعني تعرفوا على واحد سيدة على واحد الناس بغاوا يمشوا يخطبوا واحد سيدة يك مشوا يخطبوها مشات هي دباب بشرة والوالدة ديالا مشوا تعرفوا عليها قتلي حشمانة وحضرها راسا وقتلي الإنسان في اللول باش كي بغيز عمي في اللول كي بن مزيان وكي حاول يبين كل شي اللي فيهم مزيان على أيين تخطبت هادك البنت جابوها والأخ ديالا كان رافض قالت ربما كان كيحس على أن يمكن ذيك الزوج ما غا ديكون شي ناجح ذيك الدرجة فقالت خها كان رافض مرة الجواج ما بغاشي هذيك سيدة ما بغاشي تناسب مع ذيك الناس ولكن ما هي ممكن ضغطت عليه وقتلوا ناس مزيانين بنيتهم زيانة شوفناها توكل على الله فعلا تزوج الأخ ديالهم هذيك البنت جابوها عندهم من الدار قالت وياريت لو ما جت لأن ملي جت يمكن عملت لهم مشاكل مشاكل لي كانت كثيرة عودت لي بزف النماذج بالصح ما نقدر شي نقول كاملة بزف ديال الحالات يعني من تفاصيل الحياة اليومية تينا كتعرف قتلي البادية كتحتاج للشقاء قتلي احنا كتخلينا أنا واختين شقاء الوالد وخاها قتلي كتبين رأسها أنها إنسانة مزيانة وأنها ضريفة وأنها درويشة وما كتعملتها حاجة في حين قتلي احنا كتتتعامل مع نقبيح وكتخلق فيما بينهم المشاكل وقلبة الأخ ديالها هذا أنا كنعود لكم شنو قالت يعني الأخ ديالها تغير في تعامل وفي علاقته مع أخوتاته وطبعا هي خاها عزيز عليها وما عاش بهاش الحال وكتر يعني وقلوا شي مواقف الليكيبيين على أن الأخ ديالها تتعامل معها بطريقة خيبة قالت أكتر من مرة زعما كانوا بغاوا يفرقوا زعما خاها يمشي سكنوا في شي جهة أخرى ولكن قالت الظروف المادية ما كتسمحش وبالتالي مضطرين يبقوا سكنين في نفس الدر كاملين بيهم وهذا مخلي أن الحياة ديالهم مرارة بالسبة ديال هاد زوجة الأخ وقالت على أن يمكن نقطة التي أفاضت الكأسة اللي من وجهة نظر بو شرام على أن مرتخها في حال زادت الضغات عليهم لأن هاد مرتخهم الأب ديال الميت وقالت على أن العائلة ديال مرتخهم كانوا سكنين مع خلتهم وقع بيناتهم شي خلاف قتليهم أقباحين يعني تمع خلتهم مقدروا شي يتفهموا وجرت عليهم هاد خلتهم الضرم يخرجون من عنده ومشون تضار البيضة يعني إذنك تخيل لك تعرف الناس في البادية غيمشون تضار البيضة يعني واحد الحاجة إذا مرة في حالة فتحت البيبان في وجههم من لي هاد السيدة هادي من لي مرتخهم شافت عائلتها مشاو نكازا قالت طغت عليهم وبالتالي والليس كتتعامل معهم بوحد طريقة اللي هي خيبة يعني من ديك الساعة ويا مشي مزيانة اللغة بشرة كتقول على أنها عايشة حياة قبيحة مع مرتخها فكتمنى وكتطلب منكم دعيوا معها ربي هدي هاد مرتخهم وترتب وتولي كتتعامل معهم زيان لأنهما عايشين عايشين مع بعضهم في در وحدة واللي كيهم أكتر هو الأخ ديالة أنه ما يتبدلش عليها في العلاقة وما تكرهش على أن الأخ ديالة يتصلح العلاقة فيما بينهم وكتقول لكم العلاقة معهم بشرة كان حاول وحاولت على أنني نكون قلت ديك شي كامل اللي عاودته لي يا ربي يهدي خاك يا ربي يهدي مرتخاك الله يجمع الشمل ديالكم والله يهديكم فيما بينكم وكالمستمعين هما كيسمعونا وإن شاء الله بإذن الله ربي الحبيب يصلح العلاقة فيما بينكم كانت مننا ما نكون نسيت والو وهدي معا كامل لأسف أسبقوا قلناها على أن بعض المرات عائلات كتكون أواصر قوية ومعها كامل الأسف كتكون العروسة كتخلق بعض المشاكل وكتفرق الشمل وكتفرق الخوص على بعضيتهم فالله يهدينا جميعا هذا مكان فاصل بسد وديك سعر ناخد المكالمة غير غير إذن كانت هذه الحكاية البشرة من الرشيدية بعد قليل سنقل الحكاية دي الملكة من أسفي ولكن بعد ما نستقبل مكالمة ألو سلام عليكم أهلا وسهلا سيدي مرحبا الله يبرك فيك مرحبا شكوا معنا معك حميد من طنج أهلا وسهلا رمضان مبارك عشان بارك مسعودة بشمت منيت إن شاء الله بإذن الله الله يبرك فيك شكرا جزيلا على هذا البرنامج على الفكرة الجيدة الله يجعل ميزان الحسانات اللهم أمين يا ربي الكريم أيها الخير كي تفألنا ويصالح يعني جد الناس لها أكيد لأجر ديانه عن الله سهلا وسهلا يا ربي هذا هو الهدف دياننا وإن شاء الله الهدف دياننا أننا نصلحه ونجدده العلاقات ولو حل يقول تقبيلي إن شاء الله بإذن الله غير الإنسان ينتابه ويقول ربما أنا مخطئ أرافك رجل المرات ونطلب الصفح ونطلب الاعتدار سيدي واش غتطلب الاعتدار نشي حد أو تبغي أنك تقول نشي حد أنت مخطئ في حقي أجي أجي اعتدار لي تفضل بطبط يعني الفكرة الثانية هي اللي عجبتني بززاف أن يعني نشوف أشخاص اللي هم اخطوا في الحق لأن أولى ربما هيئات أو يعني مشي ضروري شخص ربما هيئة ربما ممكن ممكن فكرة لأن ممكن كانت قاسمنا هاد المسألة مع مجموعة كبيرة شريحة كبيرة للمغاربة احنا كنحسوا بأن الحكومة راختط في الحق دينا اها قولوا نتاعتدار فكرة احتهدي فكرة احتهدي فكرة اها طبعا لأن اختط في حقنا بعد زيادة لمويلة للأسعار اختط في حقنا بهذا الإضراب الأساتي للي يمتد للشعور طويلة واللي ضعوا فيها أجيال اختط في حقنا بسوء التدبير وبالقرارات العيدة العشوائية أو القرارات الفوجائية اللي ما كان عارفوش كيف تخرج وفقاش كيف تخرج يعني كانت مننا وحنا مشي كانت انتناو أنهم يقولون يتلبوا الصفح والاعتدار ولكن كانت منناو أن الله يهديهم عنينا الشعب المغربي واحد شعب بسيط وشعب اللي هو يعني يقدر يتقبلك بالأخطأ ديال كاملة وكتر ولكن كان طلبه وكانت رجعون الله سبحانه وتعالى احنا شعب وطني جدا وغير على هاد البلاد وكتبان كتبان في بزاف ديال لمواقفها غير مثلا يدل عبنا الكورا ويدربحنا فاشحل كان فرحو ويدخسرنا شحل كان تعصبو هذا غير تيتخذ اكزومبل اللي حضرني في هذه اللحظة كان انتقدو ولكن يعني يعني الانتيقاد أو للنقر يعني كتسمعو راك يعمل فينا واحد ال ربما كيعمل فينا واحد الافعال كتر من كيعمل في هذوك المسؤولين اللي اللي تتخذوا فينا قرارات احنا احنا شعب احنا شعبي بغينا هذا الوطن كان بغيوها كان بغيوها بحق ما عنا شي مطامع ما عنا شي شي اهداف وخلا من غير حب هذا الوطن تبارك الله عليك وهذه فكرة جيدة هذه فكرة مهمة جدا على ان طلبهم ديك الاخر يعني مسؤول ماشي بالضرورة الحكومة لهم من غير الحكومة فبزاف بزاف ديال الاطراف والجهات اللي اختوف حق مواطن كان بزاف تهدي تهدي فكرة جيدة جدا شكرا على هذه المبادرة وشكرا على هذه الاقتراح تحياتنا لك وكنت منه لك رمضان مبارك وان شاء الله عيد مبارك سعيد لا يبارك فيك شكرا جزيلا شكرا جزيلا المتصيل الكريم فكرة مهمة جدا ولما لا وتهي عطتني عطتني الفكرة تكون فكرة برنامج لما لا لأنك هنا بعض جهة بعض المسؤولين بعض المؤسسات اللي كتخطى في حق المواطن فخصة تطلب الاعتدار وخصة تقوم بالتصحيح شكرا جزيلا على هذه الفكرة وعلى هذه المبادرة إذن عزقنا المسامعين اليومات جمعة الأخرى اخترنا لكم اللي كانت طلبوا فيها الصفح والسامح فمرحبا بكم تصلوا بنا تواصلوا معنا أرقمنا هي صفر خمسة تعدوا تلاتين تلاتة وتلاتين تلاتة وتلاتين تلاتة وتلاتين صفر خمسة تعدوا تلاتين أربعة وتسعين أربعة وربعين أربعين ما تنسوش مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك كاب راديو ماروك كذلك سيحتخوا www.kabradio.ma على الانستغرام على اليوتيوب على كل منصة التواصل الاجتماعي دائما استمعوا الإذاعة كاب راديو بكل النشارات الإخبارية ديالا وبكل المواعيد وبكل البرامج كنذكركم أعزائنا المسامعين غدا الليلة العظيمة عن الله ليلة القادر غدا يكون عنا حلقة خاصة بهذه المناسبة هذه فانتظرونا غدا إن شاء الله بإذن الله من العشرة لحضاش دليل غدا يكونوا معكم مباشرة فكذلك كنتظروا منكم تتفعلوا معنا وتتواصلوا معنا بهذه المناسبة العظيمة دائما كنقول أعزائنا المسامعين على أنه بعض المرات سؤتفهم بسيط ممكن كي أدي القطيعة والقطيعة للأرحام هي الصعيبة ومرة أخرى كنقول كتحرق فالله يهدين على بعضنا ونستفدوا من التجارب ونستفدوا ما كان عيشوه ما كان شوفوه وكنضن وعي كامل بينه على أنه كترت المآسي وكتر موت الفجأة وكترت مع كامل المصائب فكترت بوحد شكل كبير وكنلحظه وكنلامسه وكنعتقد على أن ما شي بالضرورة الأمر يمسني أنا بطريقة مباشرة أو شي حادث يوقع لي أنا بطريقة مباشرة لكن الشي اللي كنشوفوه ودب احنا ولينا كنسيقوا الخبار بعض الأحداث اللي كتتوقع بعيدة ولا قريبة كنسيقوا بي هالخبار فنخليوا ديك شي دروس لأنه عيبار نستفدوا منا وانتعدوا وانتقيوا الله في أنفسنا وانتقيوا الله في علاقاتنا وانتقيوا الله في المحيطين بنا فالله يهدينا يا ربي الكريم وتهدينا وكيف ما قلت الله يرحم كل موتانا والله يرزق الصبر كل اللي فقدوا عزيز اكثر في هذا رمضان سمعت بزاف دي المآسي ولكن الأكثر هم اللي مرتطني بهذا المصطلح هذاك الوليد الصغير اللي في العمار دياله عشر سنين ولا حداشر عام اللي توفى في حادثة سير هذا الأسبوع هذا اللي داز الحبيب ديالي ربي الحبيب غادي تقبلوا عنده طير من طيور الجنة ولكن الله يرزق الصبر والله يبرد على والده على أمه وعلى أبه وعلى العائلة دياله وعلى أخوته الله يبرد عليهم والله يعطيهم الصبر صبر 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 كبير الله يرزقهم الصبر إن شاء الله بإذن الله وننتبهوا ونردوا بالنا والله يهدينا يا ربي يهدينا دائماً في انتظار المكالمات ديالكم على أرقامنا 05-33-33-33-035-30-94-44-40 سوف نتحدث دابع على المشكلة ديال الملكة من أسفي ملكة من أسفي تهي صدمتني واحد شوي في الحقيقة ديالله تهي تفاعلت مع الحكاية دياله ملكة تهي من البادية ودائماً عندي الاهتمام بالناس للبادية لأن أنا متأكدة عن شريحة كبيرة للناس اللي كيتسنطن خاصةً كان عرفو على أن البوادي ما كيش بزاف أنشطة اللي ممكن أنهم يقوموا بها ولذلك كيستامعوا للراديو عن الناس بزاف لكل فرد لكل شخص في أي منطقة طبعاً لكل المستمعين ديالنا أخص بالذكر تحية خاصة لكل المستمعين ديالنا في البوادي والقرى المغربية ملكة من أسفي كتقول على أن صعبت علي أن نقول هذا الجملة في الحقيقة ولكن كتقول على أنها ما غا تسمحش نوالديها أو ما غا تقدرش تسمح نوالديها لأن كانوا سبب في المأساة حياتها في كيف شمشت حياتها بداية من أن ملكة قالت على أننا كنا بنيتات في الدار إحنا البنات منع لنا منعا باتا وقاطعا أننا نمشي ونستفدوا من التمدرس أننا نقرأ قالت الناس ديال الدوار كانوا كيقرأ وكانوا كيمشي المدرسة ولكن إحنا البنات يعني في الدرد وليدنا حرمنا ومنعنا أننا نمشي ونقرأ هذه مسألة اللي أترت فيهم في الصغر لا هي والاختة قالت أترت فينا وكان كيبقى فيهم الحالم اللي كيشوفوا الناس ديال الدوار يمكن بنات وولاد كيمشيوا المدرسة وكيقرأوا وكيهزوا الشكارة في الدوم وكيتعلموا وكيستفدوا ولوما كيكملوش القرية ديالهم قالت يعني ممكن كيوقفوا في المستوى السادسة ولا على حساب شنو متوفر تم ولكن على الأقل حربوا الأمية على الأقل تعلموا ديك الحريفات على الأقل مشون المدرسة لأن هذا وحد الحدث كيصيفته ولديه أه ولديه للمدرسة وهوما ما يمشيو شي فكان كيحرقوه ملحال ما يعجبوه مشي الحال علشخا هم مشيو مدرسة وهوما ما يمشيو شي فمسألة اللي ما كان شي كتعجبوه مؤثرت فيهم مؤثرت فيهم تا في الكبور ديالهم قالت احنا تحرمنا مدرسة ما قرينا شي زائد من اللي كبرنا جوجونا جوجوها والديها قالت اللي دق باش يعرفوا الأخلاق ديالو باش يعرفوه كيفاش عامل ولا كيفاش نياه يمه ولا عائلته ولا أخوته لأنه قالت أنا فاش مشيت عنديك الناس هادوك تكرفسوا عليها هي اللي كتعاود قالوا قالت تكرفسوا عليها محنوها عدبوها تعملوا معها قبيح عاشت مأساة ومعاناة كتار جوجت صغيرة مشت صغيرة يعني قالت أول واحد كيدق في الدار كيعطيوها البنت يعني كأنها واحد الحاجة أخصهم في حال واحد الجمرة أخصنا لمن غادي نصيفتوها ولمن غا نعطيوها في حالي كانت تخلى ولا صفي كتقول صفي هاد المسؤولية نصفي عيت منها قالوا خني لمن نعطيها كان حملنا واحد الرجل يغادي يجوج بيها قالوا قالت عاشت تم مأساة تعدوا عليها هاد النسبوح طريقة قبيحة رجعت ندرد ببها وإحنا كنعرفوه على أن المطلقة مع كامل الأسف بزاف ديال الأسر المغربية ما زال ما كتقبلش المطلقة وكانت تعتبر عار وبالتالي فاش رجعت ندر ندر وليدها أكيد ما كانت شي مرحب بها وما كانت شي مزيئ يعني ما عاشتش مزيان وما تعملوش معها مزيئ لأنها مطلقة طبعا لأنها مطلقة ومسا بيجيدوا في الباب شي واحد باش يتجوج بيها باش تمشي نفس شي نفس تجيبة قالت نفس المأساة عاود جاشي شخص طلبها الزواج ما سولوا فيهم ما عرفوهم متى حاجة يعني غير خصوا مضغية فوقش غدي تخلصوا منها فوقش غدي تخلصوا من هاد ماليكا هادك اللي جا عاود جوجوها وعاشت ربما معاناة أكثر من المعاناة الأولى ولدت بنيتا ورجعت ندر دبها مرة ثانية مع البنيتا يعني هي واحد العباء آخر واحد الحمل آخر واحد المسؤولية أخرى فغدي تقدروا تخيلوا الموقع دياله والحالة دياله داخل الأسرة دياله فماليكا هي كتقول والدها ما غدي تغيروا شي ما غد تبدل شي العقلية ديالهم ناهيك على أنها كتقول خصة تخدم وتخدم على بنتها ولكن والدها رفض دين رفض قاطع كتقول ما تكره شي تمشي لمدينة وتهز رأسها وتخدم وتهز بنتها فكتمنى ذلك كتطلب على أن والدها غير يفهموها ويقدروا ويخليوها أنها تشق طريقة في هذه الحياة وأنها تتحمل هي المسؤولية وهي بغية تمشي تخدم تخدم على رسالي أنا عايشين ظروف قاسية جدا من الفقر فهي كتطلب من والديها على أنهم يخليوها تمشي تخدم وتحمل المسؤولية دياله وتحمل المسؤولية دياله الإبنة دياله فبهذه الحكاية هذه كنكون وصلنا نهاية الحلقة وبالتالي نهاية هذه سلسلة من الحلقات الطلب السفح والصفحة عفوا والاعتدار أعزائنا المستمعين تحنا مطالبون باش نطلب لكم السماحة إذا كنا نخطينا في حقكم إذا كنا قلقناكم إذا كنا نتقلنا عليكم إذا كانت شي حلقة ما عجبتكم بشي فحنا نسعى جاهدين على أننا دائما نرقوا المستوى تطلعاتكم وكذلك من هذا المنبر دائما كانت البوكتر في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان يربي يسمحنا وكل الناس اللي يعرفونا سمحونا إذا أخطينا في حقكم إذا نهاية الحلقة إن شاء الله بإذن الله غد نتلقى واخترنا لكم أنهار الاثنين وثلاثة لأنا كانت وقعون إن شاء الله بإذن الله عيد الفتر السعيد إن شاء الله بإذن الله غد يكون أنهار الأربع الله لحقنا به لا فقدين ولا مفقودين فليلة مباركة والله يعطينا الأمن والأمان والسلم والسلام والله يسعدنا والله يفرحنا والله يهدينا والله يغفرنا ويتبع لنا إن شاء الله بإذن الله دائما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا يا رب يا كريم شكرا جزيلا حسن العثماني تنتدى إما أختي نطلب لك سمحي يا حسن سمح لي يا وليدي الله يوفقك وشكرا جزيلا على الطريقة كيفاش تعمل إخراج الحلقة وكيفاش تتسعى فيني وكيفاش تخدم معي الله يرضي عليك شكرا جزيلا شكرا شكرا مستقبل المكالمات الله يسمحنا من نوته وكذلك الله يسمحنا منه يا حسن شكرا جزيلا